اشتركوا في القناة وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر بما انه موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة طبعا هذا التأثير على جميع الأبراج بنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والطاقة واليوغا والأمور هاي والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم 19-7 منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 23-7 في هذه الفترة بثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو هاي الزاوية بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي اليوم ذروتها هي زاوية تثليف إيجابية بين عطارد وبين نبتون هاي دروتها الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها لغاية يوم 18-7 نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية اللي مع القمر وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو بطيئة من الزوايا اللي إلها من يوم 14-7 تأثيراتها وهي مستمر تأثيرها لغاية يوم 21-7 هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون طبعا ذروتها الساعة 38-32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية لإلها القدمان، أصابع القدم، الغد النقامية، الغد الصنوبرية وعندنا هرمونين هدولة أساسيات بصير فيهم نوع من أنواع الخربطة بالفترة هاي هو هرمون المسكن للألم لأندروفين وهو هرمون الميتالونين لهو الهرمون المساعد على النوم هدولة الهرمونين طبعاً بصير فيهم خلال عشان هيك بنشعر بالألم أكثر بهاي الفترة وبرضو بصير عنا أرق وقلق وصعوبة في النوم في هاي الفترة طبعاً بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل إلا أنه يعني غير مناسب لقص الشعر العلاجي هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن زي ما حكينا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين ثمنتاش سبعة في تمام الساعة ستة واثنين واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 17 دقيقة ظهر لا يستقر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدم عمر 18 يوم في تمام الساعة 38 و 32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح 19 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة طبعاً هو سعيد بنسبة 85% الآن في ساعة الظهر بترتفع نسبة السعادة لغاية 100% القمر في الحوت حتى يوم 18 سبعة هو سعيد بنسبة 30% الآن في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 15% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعة المساء برجع منتحس بنسبة 15% عطارد في السرطان حتى يوم 19 سبعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الثور حتى يوم 20 ثمانية سعيد الآن بنسبة 15% ولكن في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 25% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي لأن القمر ما زال موجود بالحوت بور بيت متاعبكم فلغاية يوم الغد لا يوصل القمر لعندكم فعشان هيك خلال هذا اليوم اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه لفحص أو علاج حاولوا أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة رح تحضوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وحاولوا أنك تتجاوزوا مخاوفكم اللي ما إلها أي أساس الظروف ضاغطة وما بتنسل حي الفترة لاتخاذ القرارات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادل في أشخاص برح يتوجه لهم دعوة لحضور حفل أو يشاركوا في مناسبة زي ما حكينا أو في حفلة هيك جمعة ما بين الأصدقاء فترة اجتماعية ممتازة ممكن استغلالها كواسطة أو دعم لا لكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين ولكن رغم أنك بتحظى بشعبية وبتكون كل عمالك سهلة وميسرة إلا أنه بتطلب منك هاي الفترة عدم المجازة فيها عدم المغامرة عدم التهور يعني ما تشوه سمعتك نهائيا بهاي الفترة وإذا التزمت بهذه التعليمات فممكن اليوم تحقق نجاح شخصي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الأجواء ممتازة جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والسفر البعيد والعلاقة مع الأجانب وحتى الامتحانات برضو فهاي فترة ممتازة جدا ولكن بتكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم رح تشعروا بقوة العاطفة والرغبة للتواصل مع الحبيب لديكم أحلام بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الثامن تحرك درجة عن مقابلتكم فاليوم بتنشغلوا في عادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى تم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامكم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية طبعا طاقتكم ممتازة تركيز أغلبه رح يكون على الأمور المالية إما ترتيب وضع ديون أو سداد بعض الالتزامات برج العذراء ابتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة للتوطيد العلاقة مع الشركاء ولكن بك تحذروا أن القمر موجود مقابلكم تماما رغم أنه في بعض الإيجابيات وهذا يوم مناسب لإتمام قطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقاتكم الزوجية أو العائلية مع الشركاء بسودها نوع من أنواع الإنسجام والتوافق إلا أنه بتطلب منك ضبط الأعصاب والابتعاد عن المشاكل والمشاحنات لأنك أنت الحلقة الأضعف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر صار في البيت السادس بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك رح تجدوا اليوم أنه العمل بدأ يتراكم عندكم رغم أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من العمال إلا أنه في بعض الأوقات تجد صعوبة أو بعض المشاحنات ما بينك وبين أحد الأشخاص بأمور بتتعلق بالعمل بيتكوا تنتبهوا برضو بشكل جيد لصحتكم نضموا واجباتكم الغذائية أو واجباتكم الغذائية واخذوا قسط كافي من الراحة تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتونية أو المنزلية برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب بتجتازوا اليوم صورة عامة فترة إيجابية جدا وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة أو المال بشكل كبير وهذا يوم بيدعمكم الحظ فيها بشكل قوي وبتقوى علاقاتكم العاطفية وبتعرف فترة من البهجة والسرور الطاقة عالية جدا فترة ممتازة على مستوى تعزيز العلاقات مع الأحبة مع الأبناء مع حتى مجالات الترفيه مجالات ممارسة هواية التجميل كلها هاي طاقات إيجابية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع اللي لعلاقة بالبيت والعلاقة بالعائلة فبينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتكم العائلية فترة من الراحة والهدوء وبعض الأفراح ولكن ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو العائلية أو مشكلة معينة بتطلب منك أنك تتدخل أو تشارك فيها ولكن بدك تكون ضابط أعصابك بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط بشكل قوي جدا هاي فترة إيجابية ودعملة إليك بشكل كبير اليوم سهل جدا تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بدك تضبط أعصابك أثناء الحوارات والنقاشات من العصبية أو الحدية ممكن يكون للبعض منكم نوع من أنواع التعامل مع أحد الجيران أو مع أحد الإخوة برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو اليوم بيتركز كله على الأمور المالية فاليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيكون على أغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة الفترة هاي بتعرف نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح اللي أغلبها زي ما حكينا بتيجي يا من عمل إضافي يا مستردات هبات نوع من أنواع الدعم والتحذير الوحيد اللي هو النفقات وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو يعني تتسجل عليكم نقاط مالية أو محاسبة لسوء التصرر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم فقدكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاطا وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم بتقضوا فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى الصحي النفسي العاطفي طاقتكم عالية جدا فعشان هيك اليوم بأي مجال بتتحرك تعتبر هاي فترة حظ قوية لأيكم الدعم بيدعمكم بشكل قوي وبكون معكم بتعوضوا إلى أيام الماضية اللي كانت شوي مرهقة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء موسيقى موسيقى بك